النهاردة صباح اليوم كان فيه تدريب لفريق النادي الاهلي في ملعب مختار التيتش بالجزيرة ونقدر دولي النهاردة كولر يمكن قدر الامكان قدر يعني يكتمل بصفوف فريق النادي الاهلي بتصعيد عدد كبير جدا من لعاب قطاع الناشئين سواء في مولد 2003 أو 2005 وحتى 2006 كلنا عارفين ان في فترة التوقف الدوري ممكن زي ما انتوا شايفين على الشاشة ده جانب النهاردة من التدريب الصباحي اللي وقيم في العشرة من صباح اليوم على ملعب التيتش بالجزيرة كلنا عارفين ان الفترة الاخيرة ودي صورة جماعية للعابين مع مارسل كولر وطبعا العدد المتاح من الفريق الاول ما يكملش حوالي 10 أو 12 لعب في ظل ان فيه يعني محمود متولي واحمد عبدالقادر واحمد نابيل كوكا وريدا سليم يعني اللي اربعة مش موجودين في التدريبات الجماعية اللي قدامنا من الفريق الاول زي ما انتوا شايفين افشا اقرم توفيق رامي ربيعة فيه كمان طاهر محمد طاهر عمر السلية كريم ندفت حسين الشحاد كريم فؤاد يعني احنا بنتكلم في مجموعة ما تكملش 10-11 لعب فكان طبيعي جدا ان مارسل كولر يساعد النهاردة عدد كبير جدا من قطاع الناشر دامكم طبعا هو كمان المجموعة اللي بقول لكم مش موجودة في التدريبات الجماعية احمد عبدالقادر وكمان ريدا سليم اللي قدامنا على الشاشة ده رباع حراس المرمى مصطفى شوبير مصطفى مخلوف حازم جمال وطارق حسن تم تصعيد اتنين او تلاتة من قطاع الناشرين مع مصطفى شوبير لان حمز علاء موجود مع المنتخب الولمبي محمد الشناوي موجود مع المنتخب الاول وبالتالي كانت فيه فرصة لكولر ان يساعد انتوني مودستي كمان هو قدامنا فعشان كده النهاردة كولر كان حريص ان يساعد عدد كبير جدا من قطاع الناشرين كريستو كمان هو موجود في التدريبات الجماعية من العشرة اللي تساعدوا من قطاع الناشرين كمان عبدالجواد مازن اسامة سمير محمد معتز محمد مصطفى ابو الخير احمد طعيمة دول العشر لعبين اللي تم تصعيدهم من قطاع الناشرين عشان يكونوا موجودين في التدريبات خلال الفترة اللي جاية ليه كولر صاعد العشرة من دلوقتي اولا الاهل لما استعنف تدريباته يوم الخميس الجهاز الفني كان محتاج على الاقل يعمل من اربع الى خمس وحدات تدريبية عشان يدى يعني يوصل اللعيبة الاساسية اللي بتلعب في الفريق الاول لمخزون بدني في حدود معينة بحيث لما يتم تصعيد عدد من لعب قطاع الناشرين يبقى الفريق بالكامل عند مخزون بدني واحد ويبدأ يحط البرنامج التدريب بتاعه من النهاردة لغاية يوم عشرين ليه لغاية يوم عشرين؟ من المفترض ان خلال الساعات اللي جاية فيه جراءات بتتم لسفر الفريق في معسكر خارجي ابتداء من يوم عشرين حتى تمانية وعشرين من نهاية الشهر الجاري معسكر لمدة حوالي تمن ايام هيتعامل في نهاية هذا الشهر لان كولر عايز يعمل معسكر خارجي وعايز يعمل ما بين مباراة الى مباراتين والديتين خلال الفترة اللي جاي كان محتاج جدا ان يشوف المجموعة دي بداية من النهاردة يوحد البرامج التدريبية ويبقى المعدل اللي يقل بدانية متساوي لكل اللعيبة وفي نفس الوقت كولر كمان عنده غياب لعدد من اللعيبة الاساسية مش بخلاف بس انهم موجودين في المنتخب الاول او المنتخبات الاخرى في الظل ان في اجندة دولية دلوقتي لا كمان انت بتحاول يعني تطمن على لعيبة مصابة هل ممكن تلحق تكون معاك في التدريبات خلال اجندة دولية ولا لا احمد عبدالقادر رضا سليم متولي احمد نبيل كوكا دول اربعة المفروض في برامج تأهلية اليوم في الفترة الحالية والمفروض فيه اشعة هتجرى لريضا سليم خلال الساعات اللي جاية رضا سليم المفروض هيجري اشعة منتصف تحديدا يعني منتصف الاسبوع المقبل يعني زي النهاردة بالزبط قبل السفر على طول في حال اقامة المعسكر الخارجي عشان يطمئنه على العملية الجراحية اللي كانت اجرية ليه في الترقوة انبارح لما كنا بنشوف اخبار الفريق واخبار التدريبات كانت فيه اخبار طلعة ان خلال الاسبوعين ثلاثة اللي جايين هنبدأ نشوف متولي وكوكا ورضا سليم واحمد عبدالقادر في التدريبات الجمعية بحيث ان باذن الله ان شاء الله يعني على مباراة الشباب بلوزداد يوم احد ايام 16 او 17 فبراير تكون المجموعة دي كلها بالكامل جهزة عشان تنضم مع المجموعة اللي بتشارك مع المنتخبات في كأس الامم لان عندنا دولات تمل لعيبة في منتخب مصر تمل لعيبة في منتخب مصر محمد الشناوي محمد هاني عمر كمال عبدالواحد القادم حديثا من فيوتشر فيه كمان محمد عبدالمنعم عندك كمان مرعان عطية فيه امام عشور فيه محمود عبدالمنعم قهربة فبالتالي انت عندك زخيرة كبيرة جدا موجودة في منتخبنا الوطني عندك كمان بالاضافة لده تلات لعيبة بتلعب في كأس الامم أليو ديانج علي معلول بيرستاو هنبدأ نشوفهم من بقرة في كأس الامم الافريقية فبالتالي بنتكلم دولاتي على 11 لاعب عندك اتنين لعيبة في المنتخب الولمبي ادي 13 لاعب عندك 4-5 اصابات فبتتكلم على 18-19 لاعب فعدد كبير جدا مش موجود حاليا مع مرسي الكولر عشان كده الفترة دي بيتم تأسيم عدد الايام طبقا للمراحل اللي هيستعد لها الفريق بحيث بعد كأس الامم وفي حالة جاهزية كل اللعيبة مع انضمام الدوليين يقدر كولر وقتها يشوف ازاي هيستعد لي مباراة شباب الوزداد لان الفرق الزمني ده في حال ان اي لاعب بيلعب دلوقتي في كأس الامم يكمل لغاية اليوم الاخير يوم الختامي هيكون الفرق الزمني ما بين نهاي كأس الامم مع مباراة شباب الوزداد من 5 الى 6 ايام الفاينال 11 فبراير مباراة شباب الوزداد بنتكلم في احد ايام 16 او 17 في ملعب 5 شولية في الجزائر العاصمة يعني ده البرنامج التدريبي وده اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاي لكن اكتر حاجة الجهاز الطب دلوقتي بيحاول يطمئن على اصابة ريدا سليم مدي مساحة برنامج تأهيلي لمدة 5 ايام منتصف الاسبوع اللي جاي هيكون فيه برنامج تأهيلي للكشف على جراحة الترقوة عشان نطمئن على حالة ريدا سليم وامكانية دخوله بقى في التدريبات الجامعية مع الفريل اول في الفترة اللي جاي بالاضافة لكده كمان عندك محمد الشيناو مع المنتخب الاول وحمزة علاء موجود مع المنتخب الولمبي فبالتالي موجود مصطفى شبير ومصطفى مخلوف وتم تصعيد اتنين حراس مرمى من قطاع الناشئين ولو تبصوا كده على المجموعة اللي موجودة اللي تم تصعيدها لعيبة بتلعب في منتخبات يعني منتخب الالفين وخمسة اللي تم تشكيله مؤخرا واللي بيقوده الكابتن واي الرياض في مجموعة بارزة من هؤلاء اللاعبين اللي ذكرت أسمهم من خلال العشر لعبين اللي تم تصعيدهم من قطاع الناشئين فبالتالي كلهم لعيبة دولية يعني كلهم لعيبة دولية موجودين في المنتخب الاول موجودين في المنتخب الولمبي موجودين في منتخب الشباب الآن الحمد لله عنده زخيرة حية جدا من اللاعبين اللي بيشاركوا في جميع المنتخبات انت بتتكلم مثلا من 3 الى 4 مثلا في منتخب الشباب من العشرة اللي تم تصعيدهم مثلا يعني عندك 2-3 في المنتخب الولمبي لو كوكا كان سليم وما رحش منتخب اول كان ممكن يكون حاليا مع ميكالي في المنتخب الولمبي وعنده معسكر لمدة 15 يوم في الفترة الحالية فبتتكلم كمان ادهو على 8-9 لعيبة تروح للفريل اول بتتكلم على 11 لعب يعني الاهلي من الفريل اول للأولمبي للشباب 20 لعب بيمثلوا كل منتخبات مصر في الفترة الحالية فقال الله فعون مرسل كلر في الفترة الحالية لانه برنامج اعداد صعب جدا عشان تحضر لمبارة بلزداد وانت القوام الاساسي والبديل وبديل البديل مش معاك في الفترة الحالية عموما تدريبات يومية وكلر محدد برنامجه اسبوع باسبوع لغاية تعديد معاد السفر في الفترة اللي جاية دي اجواء واخبار فريق النادي الاهلي